موسيقى والنهارده إن شاء الله معنا حلقة مهمة جدا وموضوع مهم جدا يعني بحول التغيرات المناخية وتأثرها على قطاع الزراعي خلال الفترة اللي جاية خاصة مع دخول موسم الشتاء وفي الكثير من المحاصيل الزراعية الموجودة معنا أو هنبدأ في زراعيتها خلال الفترة الجاية احنا معنا الدكتور محمد علي فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ وزارة الزراع دكتور محمد أهلا بحضرتك أهلا وسهلا سهلا شعبان ربنا يخلى حضرتك كل سنة وحضرتك طيب الحقيقة دكتور محمد يعني الناس دايما بتسأل فينا دكتور محمد فهيم وإحنا عوزين الدكتور محمد فهيم فإحنا جبنا لهم النهاردة دكتور محمد فهيم علشان يجاوب على استفساراتهم وعلى شغلهم على الهوى ويعني ده ما يمنعش أن حضرتك شغال ما شاء الله على السوشيال ميديا وبتقدمهم النصيح وصورة مستمرة في البداية يعني دكتور محمد إيه توقعات حضرتك لهذا الموسم هل هيكون الموسم ده زي الموسم اللي فات فيه تغيرات بصورة كبيرة جدا طقس أمطار سيول ولا البدايات مختلفة عن البدايات الخاصة بالعام الماضي بسم الله الرحمن الرحيم طبعا شكر موصول لك أستاذ شعبان ودائما أنت على رأس الحدث بيبين أن الناس بيسألوا فأنا بقول للناس كلهم كل سنة هم طيبين بمناسبة المولد النبا والشريف وإن شاء الله يعود عليهم الأيب بكل خير وسلام وسعادة ورزق وفير بإذن الله النقطة التانية نحن دلوقتي فيه منتصف الخريف فصل الخريف مناخيا فصل الخريف كان من الفصول المهدنة الفصول الانتقالية اللي تأخذك من الصيف شديد الحرارة تودك ناحية الشتاء شديد البرود أو البارد فهو فصل انتقالي بسيط جدا كل المطلوب منه أنه يعمل تدرج لدرجات الحرارة اللي حصل أن فصل الخريف أصبح زي زي باية الفصول أصبح فصل فيه بعض الاضطرابات في بعض عالم الاستقرار في بعض الموجات يعني فيها عدم استقرار فيه ظروف المناخية شوية ممكن نلاقي بعض أمطار حصلت الاسبوع اللي فات كانت أشدها على مناطق السحل الشمالي والشريط السحلي للدلتا وفيه برد نزل بكميات كبيرة على مناطق كثير من قفر الشهر لا خفيف جدا مالوش علاقة أولا هو أمطار الخريف أمطار خريق بسيطة في الغالب لا تتحول إلى سيولك عارمة زي أمطار الشتاء في بعض الحين بيبقى غزيرة في منطقة معاينة بس الفترات لدقائك يعني متستمرش فترة طويلة لو قلنا ايه شكل الموسم المناخ اللي جاي على مستوى ان الخريف ده احنا قلنا احنا في نص الخريف لسه بقى كمان شهر ونص الشتاء فلكيانا هيبدأ 23 ديسمبر وبيستمر طبعا لغير شهر مارس لسه مش واضح لأن النمازج التنبؤ ما بتقدرش تتنبأ بشهور طويلة لسه أو اللي على الأقل للنمازج اللي معانا فمش معروف شكل الشتاء ايه ولكن تحت ظاهرة ما يسمى بتغير مناخ لا أهوه شتاء غير اعتياري اما يكون شتاء بارد ويتخلله بعض مواجهات السقيع وممطر أو احيانا يكون شتاء متقلص المثالين اللي معانا كان 2019 و2020 و2018 آسف 2018 كان شتاء متقلص جدا الصيف بدأ في نهاية شهر اثنين في أول مارس فبالتالي شتاء انتهى خلاص وبدأ الصيف بقى يكمل وكان هاجم هاجمة وحشة يعني او شتاء 2019 وكان شتاء طويل وصل الغد شهر خمسة وكمان كان فيه موجات الشتاء كان فيه موجات سقيع واضحة جدا عملت مشاكل لدرجة ان كان فيه لأول مرة يبقى فيه سلوك في مصر على النباتات وعلى الأشجار فشكل الشتاء اللي جاي ايه لسه مش وضحه ولكن خلينا في الخريب دلوقتي تمام طب يعني برضو هل ممكن السيناريو بتاع السنة الفاتحة في تقلبة الجوية ممكن يحصل طبعا طبعا ممكن يكون أكثر شراسة وممكن يكون أقل طب شكل السيناريو ايه هل هيبقى موجات سقيع شديدة أو موجات أمطار شديدة إذا اللي حصلت في عصفة التنين في شهر مارس أو كذا أو كذا أو كذا بس مش هيكون شتاء طبيعي أو عادي زي الأشتاء اللي عدت من السنين وإحنا صغيرين لا فيه ظاهرة تغير المناخ بلا تبقى واضحة جدا المزارع المصري أكتر واحد عارف إن الجو تغير أكتر واحد عارف شايف إن موعيد الزراع عمالة تتحرك منه يا إما مبكرا يا إما متأخرا هو شايف اللي ما كان بيزرع في الموعدة اللي عارفها مش نافعة حتى الأصناف المعروفة القديمة شوية والهجن شايف برضو إنها بدأت تتأثر شوية بالجو اللي بتغير يعني دكتور السؤال هنا المهم هل التغيرات بلا خيدي بتأثر على طرق الزراع وموعدها والأصناف اللي بتم زرعتها والمعاملات الزراعة اللي خاصة بها على كل شيء لو مزارعين الزتون عارفين إن الزتون ممكن يجيب لك 100% انتجية ممكن يجيب لك 10% انتجية بسبب الجو بس بقول بسبب الجو فهو فقط لغير شهر اثنين وشهر ثلاثة مش أقول لك مثلا كل السنة ده شهرين اللي حصل في الشهرين دولت بيحدد انتجية زتون على مستوى مصر بما فيها كل الأصناف طبعا الأصناف الأجنبية بتبقى أكتر تأثرا من الأصناف المحلية البلدية زي العجيز وغيره ولكن كله بيتأثر السنة دي مزارعين الزتون عارفين إن هم الانتجية بتاعتهم تقريبا نص انتجية حتى الموالح نفس الموالح طيب أيه يعني علشان يتعامل المزارع بصورة عامة أي مزارع لأن احنا هنتكلم عن كل محصول على حدة أي مزارع زي ممكن يتعامل مع التغارات المناخية بصفة عامة كمبدأ لإخوات المزارعين ينسوا تماما المبدأ اللي ماشينا عليه هو الخبرة المترقمة من آلاف السنين لدى المزارع المصري الخبرات المترقمة يجب إنه ودانه كده يكون مع البرامج للزادي كده يعني فيه برنامج بيتكلم على المناخ بتكلم على بعض التوصيات للموسم الزراعي يعد يسمع لازم يسمع يقولك لا أنا هو ايه زراع ايه أنا بزرع وبسقي وواجه وقت الحصاد قال لا انسك كلام ده كلام ده كان زمان جاو عمالة غير بقول لحركة ديلك مثال الزيتون والموالح والبطاطس والفول سينا الفاتد الفول في دول قاعدين جنبه عشان يعيد مع قاتش فكله كان بيشتك يا دكتور الفول ما بيمسكش يعني الفول يبقى فيه زهر كتير نوار يعني ما فيش قرون ما بيمسكش يعني هم واشتكوا كتير جدا من الكلام ده تما دي نفس الأصناف اللي بتتزرعوا في نفس الأرض بنفس المعاملات إيه اللي حصل لو سألت يا مزارعيك جو إيه اللي حصل في الجو افهم بقى تفهم إيه اللي حصل في الجو لا وافهموا وقبل ما تفهم يكون قبله وانت عامل حسابك يعني واخد احتياطاتك كلها بالزبط واخد استعداداتك للموضوع هو أنا ما عافش الوقت المتاح لك في البنوك ده بس في توصيات كتير جدا لكل محصول طبقا احنا مع حضرتك احنا مع حضرتك هابدا بالعمل فيه توقعات وحضرتك نبهت بداء اني خلال الأيام اللي جاية هيكون فيه سقوط أبطار وفيه ممكن يكون فيه تغير في الطقس بصورة كبيرة جدا وممكن زراعات تتأثر يعني عاوزين نعرف خريطة الطقس خلال الأيام اللي جاية على أقل يعني اللي هو اللي بيسموه الخليف زي ما احنا قولنا مش هنطلق برا خليف تنبق قصير المدى لغاية حتى نهاية الأسبوع اللي جاية يعني نبدأ ان شاء الله من 1 نوفمبر يوم الحد حتى 6 نوفمبر يوم الجمعة ده متوقع ان شاء الله ان يكون فيه بعض عدم الاستقرار في الطقس بيدرب المرادة بقى باش مناطق أقصى الشمال لا المرادة يدرب سلاسل بحر الأحمر كلها واخذ معاه حلاب وشلاتين في الجنوب ويتجه ناحية مدن الصعيد من أسوان حتى المينيا وممكن يوصل لشمال الصعيد والقاهرة كمان في صورة ايه في صورة أمطار من خفيفة إلى متوسطة إلى غزيرة في المناطق اللي أنا بقول الحركة على دي لو الأمطار كانت غزيرة في مناطق معينة في الصعيد ففيه كلام كتير جدا يقولوا على البصل وعلى الفول وعلى البنجر وعلى الطبية العطرية الموجودة عندهم هناك فعليا لو وصلت شوية ناحية المينيا وبنسويف أو ناحية حتى القاهرة والجيزة ففيه كلام يتقال على ما حصول أخرى زي البطاطس وزي أحيان بيسيبوا المنجة الكيد بيخزنوا على الشجر عشان سعرها أعلى شوية فدي معرضة المشكلة معينة كنت تكلمت عليها على الصفحة بتاحتي هي خاصة بالتشقق لو حصل مطر لأنه مصومها دلوقتي فسابع الشجر بحيث السعر يبقى عالي شوية لو نزل مطر كتير المنجة دي كلها بتشقق نكلم عن المحصول محصول علشان الناس تفهم نبدأ بالأمح الأمح لسه يتزرع أنا كنا منزلين توصية بنقول أني بلاش تماما الزراعة في شهر أكتوبر أرجوكم لو سمحتوا محدش يزرع أمح في شهر أكتوبر من إسكندرية حتى أسوان المعاد الأمثل لزراعة الأمح في مصر من نوفمبر الأسبوع الأول من نوفمبر أواخره يعني أواخر الأسبوع حتى نهاية نوفمبر ده أنسب معاد اللي هو أواخد تقريبا إيه عشرين يوم من هاتور الأولانيين فكويس فده أنسب معاد لزراعة الأمح في مصر والأمح ده المحصول العجيب الغريب أنا معرفش سره إيه لكل المحصول عمال موعد الزراعة تيجي شمال وتيجي مية يعني تبكر أو تأخر إلا الأمح ما زال مرتبط بهاتور أو الدهب المنطور المثل الفرعوني القبطي اللي بقيله ألاف السنين ما زال الأمح مرتبط بهذا المعاد اللي بيبكر إيه اللي هيحصل عشان الناس بيعارف يعني اللي زرع مثلا يوم عشرين أكتوبر أو خمسة عشرين أكتوبر والأرض جاهزة والتأوى في البيت أو التأوى في الجمعية اللي بيزر عبادة اللي بيحصل إيه ما زال الصيف حاضر معانا يعني ما زال الصيف موجود فبالتالي الصيف موجود معناه أن الأمح اللي هيزرع هينبت وهيطلع بسرعة فيتجاوز مراحل النمو يقوم يبص اللي بص اللي أعمل إيه طرد مبكر يعني طرد طلع السنيناء بالمبادر ما يطلعه في أول مارس زي ما معروف يطلع مبكر عن كده في نهاية يناير أو فبرايل الجو برد جدا فالجو برد المرحلة مرحلة التزهير والإخصاب حساسة يعني بتحصل في الربيع لما تحصل في الشتاء وبالذات لو كان شتاء بارد يحصل مشكلة كبيرة جدا بالنسبة للأصناف في أنا لسه أتكلم بس عشان الحتة التانية ما عليش يصلش عبارة فضل اللقطة التانية موضوع موضوع التأخير ما نمكن أخر لأول اتنشر زي ما بيعملوا البطالي سلتشيت وزي نقاني بيقلعها لسه أو في محصول قبله التأخير انت وحظك لو كيس جسف مبكر زي 2018 معاوض ربنا وده حصل في 2018 كل اللي زرع أمحمت أخر خد تلتة إنتاجية في مصر كلها لكل الأصناف لكل المناطق تخيل فعشان كده أنا على قد ما أقدر نلتزم بالموعيد أه ألتزم ألتزم بالموعيد بس من غير مدفع جنيه زيادة يبقى عندي 2-3 أرادية بـ 2-3 أرادية بدول بـ 2000 جنيه يعني 2000 جنيه ده نص التكلفة ولا ربع ولا تلت التكلفة بتاعت الأمح فالالتزام مهم جدا لموضوع معاوض الزرع الأصناف الخريطة الصنفية للأمح واضحة جدا إن صنف جميز 11 حتى لو كان إنتجيتهم عالية أرجوكم لو سمحتم لأن اللي حصل في 2019 بسبب الصدى عمل مشاكل كبيرة جدا لكل الأصناف التانية التاني جميز 11 وـ 6-12 وشاندويل واحد ما إنتجيتهم كمان يعني كمان لغيد بنسويف وتزرعه في باقي مصر ما فيش مشكلة في أصناف فيها في 8-10 أصناف بتزرعه في واجي بحري يعني ما ازنقناش في الأصناف دي وبردو إنتجيتهم كويسة عندي في واجي بحري وفي كل مصر في مصر واحد ومصر اثنين ومصر تلاتة في جيزة 171 وجيزة 168 وساخة كلها 95 و94 عندي شوات أصناف حلوين كتير بيتزرعه في كل الجمهورية أصناف الديورة من اللي هو الأمح الصلب اللي هو الماكورونا اللي هو بنسويف 5 و7 وسهاج وانت ماشي كده بيتزرع من أول بنسويف لغيط إيه لغيط أسوار وكده كده بيتزرع في المناطق دي لأنه رتوبة عالية والجوه برد فده الأمح يبقى أنا كده اتكلمت على الأصناف اتكلمت على موعد الزراع يتفضل حاجة مهمة جدا لإخواتنا المزرعين الأمح وأتمنى إنه منافذوها إن أنا أزرع على مصاطب أزرع الأمح على مصاطب معروف بتعمل المصاطب ازاي يا أخي لو أنت عندك حت صغيرة أقول لك أنا هاجعمل مصطبة لو عندك نص فدان تلت فدان خطت عادي وضم كل خطين على بعض فعملت مصطبة وزرع عليها ثلاث سطور أربعة سطور على حسب الزراع على مصطبة وبرضو تاني بدون بدون جنيه تكلفة في الأمح بيجيب لك ما بين أردب يتنين يتنين ونصف أردب زيادة هو الأمح طبيعته كده ولو حصل زي عصفة التنين أقل أمح وآخر أمح رأد كان هو أمح المزرع على مصاطب آخر أمح ونسبة عصفة التنين ممكن تتكرر لسنة دي ممكن تتكرر أو أكتر أو أقل في معادة تانية أو نفس المعادة محاجة عادة بس زي ما أقول حضرتك توقع كده فأنا لما ألتزم من دلوقتي على الدنيا ماشية زي ونقدر نعرف إيه التوصيات الموجودة نقدر على قد ما نقدر نحافظ على الدنيا الزراع على مصاطب مهم جدا عادة يدوبك المناطق الملحة قوي المناطق الملحة قوي دي موجودة في شمال الدلتا ديت الزراع على خطوط مفيش مشكلة وبلش أحوات كمان فديت الزراع على خطوط مفيش مشكلة ولكن الزراع على مصاطب أنا يعني من وجهة نظري واللي جرب كده كل سنة المساحة بتزيد كل سنة بتزيد لأن المزرع على مصاطب جرب مرة خلاص بيوفر معاك بيوفره حوالي 20 كيلو تقاوى أو شكارة 30 كيلو بيوفر أسمدة بيوفر معاك كتير من موضوع الحشائش ووجع الدماء وتع الحشائش بس المزرع على مصاطب لو سمحتم مزرعش بقى البطنية بتاع الخط بقى ما عملناش فعال على مصاطب فنزرع على المصطبة والبطنية تسيبها دي المياة بس طب ندخل في محصول تاني بقى لشان الوقت احنا عاوزين محصول المحصول التانية المهمة جدا هو محصول البطاطس وده الحقيقة فيه أزمات كتير فيه في صحاف الأسعار صحافي التقصى فيه أبراد ممكن تصيبه خلال فترة جاية عاوزين بعض النصايح للمزرعين في البطاطس شوف احنا بنتكلمه احنا قلنا يا جماعة الجو تغير لو سمحت الجو تغير اخوتنا واهلينا مزرع البطاطس في الصعيد ملتزموش وزارع البطاطس في 28 وانا قلت محدش يزرع العروة الشتوي وكتبنا كتير وقلت مع حضرتك في حلقة من الحلقات محدش يزرع البطاطس في أغسطس طبعا المينيا وبعض بعض الكورة الموجودة في بحري اللي بنتعودين يزرعه في أغسطس اللي زرع في أغسطس بالذات في المينيا وبنسويف فيه إصابة بدأت تعمل لهم إزعاج إصابة بحاجة اسمه الحلم العريض هو ليه عرض غريب كأنه بالزبطة مرشوشة بمبيدات حشائش فالورق بيبقى لونه بنفسجي ويمسك والشجرة كلها تمسك كده بيسموها بقى هناك الحمرة ويفضلوا يرشوا رشات ما لديش علاقة بالقصة خالص فده فقط بسبب الزراعة المبكرة فالزراعة المبكرة في شهر أغسطس عملت لنا المشكلة الحالة علاجه إيه؟ ده الموجود دلوقتي حالا علاجه برد ده موجود وانتشر بالفعل موجود وبدأ ينتشر شوية في المينيا بالتحديد في اللي زرعه بدري لأن المينيا مش كلها بتزرع في أغسطس فيه بيزرع في سبتمبر في واحد تسعة وخمسة تسعة وعشرة تسعة في بزرع الغت عشرين تسعة فده ما فيش مشاكل فيه كل اللي زرعه بدري وهم أصلا زرعه بدري طب إحنا قلنا سيبك من الأمراض ومن الكلام ده قلنا يا جماعة البطاطس في التلاجات لسه عروة شيتوي لسه التلاجات ملينا بطاطس فأنا كنت بزرع في المينيا بدري عشان عارف ان دي فرق ما بين عروات بجيب في نص حداشر المنتج بتاع في المينيا بقلع في نص حداشر وعشين حداشر بيبقى العروة والصفة خلصت والعروة شيتوي لسه ما جاتش طب دلوقتي انتو شافين ان التلاجات ملينا بطاطس أنا بزرع عبدالي ليه مني أزيت الدنيا واجبت زمان كانوا يجيب نص انتجي وقلتك ما أنا بيبعها غالية كان بيجيب ستة طن في ستة جنيه قلت بجيب ستة طن في ستة جنيه بجيب خمسة طن في الفدان في خمسة جنيه وستة جنيه تبا أنا لو جبتك ستة طن في الأرقام الموجودة دلوقتي هعمل ايه فحنا قلنا الكلام ده من خلال حلقة حضرتك برضو قلنا يا جماعة الالتزام ولازم يبقى عيني على الدنيا ماشي ازاي أنا متعود أزرع في شهر تمانية في عشرين تمانية ولا في خمسة عشرين تمانية يا سيدة أخر عشر وتسعة تبا الأرض فاضية ما فاضية فاضية يا الأرض فاضية دي هتطير يعني لا بالعكس هتتزود اه الأرض فاضية مفيش مشكلة أما الآن هزرع أمحي بعديها وهزرع كذا ما هو أنت لازم تزبط حالك برضو وترسم الموسم بتاعك صح عشان الاخر ده تعب وجهد وفلوس بتترمي في الأرض لازم يبقى أنا عارف هتروح فين حضرتك كلمت على محصول مهم هو محصول البصل وقلت أن فيه مشاكل بالفعل بدأ فيها وبيتعرض لها محصول البصل خلال الفترة اللي جاية فإيه نصائح حضرتك لي مزرعين البصل طبعا أما نتكلم على البصل فبعض المزارعين اللي سمعونا بحر يقول لك بصر إحنا لسه لربك لسه من المشتر أو لسه المشتر معمول بقله تقريبا 20 يوم ولا 25 يوم لا المزارعين الصعيد اللي هما بصر السابعيني ده مزرع بقله شهرين مزرع في الأرض مش في المشتر مزرع في الأرض بقله تقريبا شهر ونص أو داخل على شهرين كمان ده لو حصل ونزل مطر في المناطق دي مع الجو الدفلة ممكن يخلي دي نقطة مهمة جدا لو حصل مطر في الجو الدفلة فمتوقع أنه ممكن يحصل مشكلة وهي مشكلة اللطعة الأرجوانية أو البادر الزغبي معين الجو بدري ولسه دافة بس لما في رتوبة عالية ممكن يظهروا فأنا أتمنى من إخوات المزارعين يوم لاتنين أو الثلاث يعني لو حصل مطر يبقى في رشة مهمة جدا بإكسكلور النحاس مع أي حاجة منكوزيب أو إكسكلور نحاس لوحده أو هيدروكسيد نحاس لوحده مهم بيبقى في رشة وقائية للبصل بعد انتهاء الموجة لو حصل مطر في المينيا بنسويه في أسيود سهاج إنا وبالذات طبعا سهاج لأنه الصنف الناب الزراع في سهاج بزراع بين مساحات كبيرة فأرجوكم بيبقى في رشة وقائية مهمة جدا لموضوع للبصل في كمية مياه نزل كتير جدا لأن المياه بتخزن في البلعوم بتاع البصل إذا ما أنت عارف البصل في بلعوم كده فالمياه بتخزن فيه بتعمل مشاكل فدي رشة مهمة جدا وتبعا في بعض التوسطات الزراعية بقى لما لاش علاقة بالقصة دي موضوع إن دلوقتي مفروض البصل ملاش علاقة بالتغارية المخية أولا بس ده في الوقت ده من السنة للبصل اللي مزروع بقى له شهرين مهم جدا جدا العناية بمركبات البوتاسيوم في سورة بوتاسيوم فوسفيت أو في سورة سطرات بوتاسيوم ويفضل إن أنا ممكن أضيف مع المياه عشر أو اثناشر كيلو سلفات بوتاسيوم 0050 للبصل السبعين في بسواج عشان ما حدش يلقى لغبة الدنيا ناس كتير بدأت تشتكي كمان في مشاكل البصل البحر اللي هي بدأت الزراع أو الزراعة من الحاجة اسمه الجدر الأحمر أو بيسموه العفل الكونفولي لو نزل المطر في خلال الفترة دي هيزيد لو الموجة دي لنمتوقع أن يوم الخميس والجمعة أنها تبقى بحري أنا كاتب كده أن يوم الخميس والجمعة ممكن يبقى في بعض الأمطار بحري في واجه بحري لو نزل المطر على مشاكل البصل بحري على طول بعدها على طول لازم يأمى رش بالكرباندازيم مع توبسن كرباندازيم مع توبسن أو أننا حقنهم في أقرب راية بعد المطر خاصة لو كان مطر خفيف أو يعني أقرب راية بعد المطر بيزموع بعشر تيام على حسب ما الأرض تتحمل لأحطهم في برميل واسب البرميل في المشتل بتاع البصل ده مهم جداً عشان لو حصل مطر زي ما قلت لحضرتك هيبقى فيه مشكلة من ناحية العفل الكورنفولي للبصل ده بالنسبة للبصل بالنسبة للطماطم والفول والفصول يعني ليه هم معاملات خاصة عاوزين يعرفها من حضرتك والمزرعين يعرفها من حضرتك تمام أنت مش مدين أخد نفسي ليه أخد نفسك في راعتك دلوقتي فعلياً الفصولية في الصعيد بالتحديد مزروعة بقيلها تقريباً برضو شهرين في الصعيد في مناطق كثير في دار السلام وفي أخميم في سوهاج أنت بتتكلم عن سوهاج كثير النهاردة ما هو سوهاج بلد زراع يعني محافظة زراعية عجباني جداً عندها تنوع ومحدش يعرف عنها كثير طبعاً زورتها ما زورتهاش كثير زورتها ثلاثة أربعة أيام من حوالي شهرين فشفت تنوع محترم شفت أن مزارع الصعيد السوهاجية عندهم ألواح طاقة شمسية يعني بيتبنوا التقنيات الزراعية الحديثة قبل بحري وده غريبة شوية إن بدأ يبقى فكرهم سريع شو أسرع من الأول وده حاجة كويسة جداً على فكرة عندهم تنوع عندهم فصوليا غالباً للتصدير بس بتبقى في آخر الموسم شوية في مناطق زي ما قلت حالاً أقدر السلام وإيه أخميم كده وإنت ماشي شرق النيل فدلوقت الفصوليا فعلياً جابت قرون تمام؟ في رشة مهمة جداً في الفترة دي للفصوليا وهي عبارة عن سطرات البوتاسيوم كيلو ونصف للفدان سطرات البوتاسيوم أو نطرات البوتاسيوم كيلو ونصف للفدان مع سايتو كينين عشرين سانتي أربعة في المليون ده الفصوليا دي رشة مهمة جداً للفصوليا عشان القرنة يطلع سرح وعشان يطلع لونه المغدر ده وعشان في نفس الوقت ما يحببش معاهم أقلل على قد ما أقدر رشة الكالسيوم الفترة دي للفصوليا الخضرة اللي هي بتاعت التصدير الفصوليا النشفة أه أرش كالسيوم مفيش مشكلة لأنهم برضو بزرعوا فصوليا النشفة ومش هم بس كل مصر زرعت فصوليا النشفة في أول تسعة أو خنص تسعة فهي الفصوليا النشفة دلوقتي أو الفصوليا البيضة محتاجة يتحطم على المياه زي ما قلت 12 كيلو أو 15 كيلو سلفات بوتاسيوم 0050 مع المياه عشان يبتد يعمل الحباء أنا عاوز في الفصوليا النشفة الحباء تكبر بس مش عاوزها تكبر في الخضراء تمام؟ فهذا بالنسبة للفصولة بالنسبة للفول الفول البلدي الفول البلدي فيه خارطة صنفية برضو ففيه صنف كويس اسمه جيزة 716 ده يعني بوصي بيه الواجه بحل جيزة 716 انتجيته عالية كويس جدا وفي نفس الوقت هو يعني مبكر نوعا ما وفيه أصناف مقاومة للملوحة زي ماريوت وغيره وفيه أصناف كمان مقاومة أو متحملة للجفاف شوية زي نبارية وفيه أصناف التقليدية تاعت الصعيد اللي هي 843 جيزة 843 وعندهم مصر واحد ممتاز جدا وفيه وادي واحد جديد فالالتزام ودول مقاومين للهالوك بالمناسبة عشان الهالوك عامل مشكلة بيعامل مشكلة جبيرة جدا في الصعيد من المينيا الغيت إنا تمام الفول تقريبا ما زروع بقيله يعني قدر نوص شهر داخل في شهر أو حاجة وعشرين يوم إبلي وفي المينيا تقريبا أسبوعين وبيزرعوا أو زرعوا في بحر أو لسه يزرعوا الفول من المحاصيل بيسموها كده مصيرة الأمراض مشكلة كلها في الأمراض من أول ما تزرع سواء كانت أعفان جزور لغيت مقارب يندج وعندك أمراض فيروسية وشغلانة كبيرة جدا فالفول محتاج برنامج مكسف للرعاية شوية وأنا بقول من دلوقتي الالتزام بمعاري الزراعة هيغنينا عن مشكلة السنة اللي فاتت إن أنا أفضل أتكلم كتير على ما بيمسكش الجو لو برد بدري شوية أو حصل درجات الحراب اللي أنا خفضت بيحصل إن بيطلع بيظهر وما بيعقيتش فلو أنا حاسس إن الجو إن الفول بدأ يأخر سنة ما يستنىش بقى لما عدي أسبوعين بعد التزهير وأقول ده ما بيمسكش من الأول بيباني ففي رشة الكالسيوم بورون أو البورون موليبدينام هو مش صعب على الفلاحين أو الحاجة لو سألوا على المراكبات دي مش مراكبات تدارية آآ هي كل حاجة مسجلة وهتزاعة تاني آآ الكالسيوم بورون موليبدينام هذه المراكبين دولا تخاصين بالإخصاب ما هي المشكلة إن الجو بيبرد فبيحصلش إخصاب فالأرنم ما بيكونش فالزاهرة بتقع لما يرش الكالسيوم بورون أو البورون موليبدينام بيساعد جامد جدا على موضوع الإخصاب فبالتالي بيحصل مجرد الأرنم ما تكون سهل بقى إن أخش بمراكبات البوتاسيومات كلها بتبدل تساعد معنا فهمت ده بالنسبة للفول طيب إحنا معنا الدكتور محمد فاتحسالي ومستاذ الزراعة الحيوية بجاملة الفورية يا دكتور محمد أهلاً 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 إحنا بنتكلم في موضوع يا دكتور مهم جدا وهو التغيرات المناخية والطقس والتقلبات الجوية المتوقعة خلال الفترة اللي جاية فعاوزين نعرف إزاي ممكن الزراعة العضوية أو السماد الحيوي يساهم في مواجهة وصد هذه التغيرات المناخية والتدعيات الخاصة بها والتأثيرات الخاصة بها على المحاصيل الزراعية المختلفة أنا بحقيقة على طرح الموضوع بحقيقة صور العامة الكريم فوق بخيطة بيها الصفة يعني أنا عايز أقول صور كريم إحنا في الزراعة الحيوية الحمد لله ما بننبقش لكل استهدف إن إحنا إيش كانت مجون وإش حاجات تعمل أمس اللي بات إن المختبات اللي بتغيرها هي بتقوم طبيعي بالتغير بمعنى إن الكائنات دية الحيوية اللي بتغيرها في الزراعة إنه هو بتعمل حاجات نور كل ينبقش بيها فالتغيرها المختلفات هي اللي بتغيرها التودي بالنباق فالتغيرها بتعمل هي بتعمل بوتيكشن الورق بيها الصفية ومعطارش بزمها في الزراعة الزرافية لمدينة ديوقاتي المكوول إن إن إحنا عندنا الزرافين فهي أي كده الزهر اللي بيكون ديوقتي حتان يحصر ويحصر عايزه من 16 إلى 16 ديوقاتي اللي بتغيرها المكروبات اللي بتغيرها هي اللي بتجمينات أجسيسا إن يحصل أكثر وأنا بدعوك وبدعو الدكتور فهي إن يجي تشرفونا في الغارة بوقتي ممكن يشوفوا فاصوليا أورجانيك وفاصوليا كماوي مع مشروعين في نفس الوقت شوفوا العادي هنا اللي عادي هنا شوفوا المحصول هنا إنه هنا حاضر هنا ومحاضر هنا شوية كارتيريا كده وبدعوك يا أصوص تعبان اللي هي والاي في كل وقت إحنا عندنا حط لغسادي 64 فزان طماطم عوزانك 90 أطول إن شاء الله يا دكتور إحنا إن شاء الله يا دكتور نروح نزوري يعني بإذن الله يكون في زيارة لمخاطر فاصيوط لأن إحنا عاوزين نروح الحقيقة نروح جبلة يعني دول أهلك مستعيدة في الشعباني ونحق عليك يعني طبعا طبعا أكيد يا دكتور تمام طبعا يا دكتور يعني بالنسبة للتجارب الخاصة بالزراعة الحيوية اللي حضرتك يعني بتشرف عليها وإحنا السنة الفاتد شوفنا مثلا زراعة البصل بالسماد الحيوية وكانت تجربة هيلة جدا يعني التجارب دي يعني ليه ما بتمش تعممها خلال الفترة اللي جاية وخلال الفترة اللي فاتد؟ اللي مهتم بلتعمينا والشعبان للأسف الصداع الخاصة يعني مزانع خاصة اللي عليك علي أقولك على حاجة مثلا ونفت حاجة زينها برضو تشتور زيني زفا إحنا عندنا بحق وإنشادي ستاشة بزاني بمجرد رسيل متوسط أن تجيل بزاني الجاو دي خمسة خمسين بلد ما شاء الله ده عند أي حد في مصر تقاطي من رقم صعب جدا طيب يا دكتور محمد ابعت لنا قفص منه يا دكتور محمد أنا بدعوك يا صور فاهيم يا صور فاهيم نعم أنا بدعوك يا صور فاهيم شير المكتب في وزارة الزراعة وإن دي الأرض على زوج لما تنتحها مني دي أنا مش بتاع مكاتب ما أنت عارف ما أنا عارف أنا عاجة تتخش بقى على الجواب الضحر أنا بدأت أقول لك يا صور فاهيم وإنت ابن وزارة الزراعة هل تتكيل أن الدبان دواب يعدل خمسون سنة جوابة؟ لا ما سمعتش عن كده قبل كده أنا عاجة بقى تسمع وشوه طيب احنا هننزل أنا هاخد يا دكتور الدكتور فاهيم هاخده إن شاء الله وننزل نروح نشوف التجربة دي بالذنة أنا دي الأشعبان بدعو دكتور فاهيم إن دكتور فاهيم ميجاني رابعي مش بتاعهم طبعا 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 حاجة معروفة التقوين 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 بالنسباله خالج نظاف الكيميكا السطولية الواجهة خلبية أنا بازعب أنا دي الأشعب يقول لك ناس يقص السطرات بوطاسيا السطرات بوطاسيا ملاقش دعوة باللي الحياة بيعمله أنا هنسى أقول لك ناس تقصر فاهيم فاسوليا حالاً دلوقت ما إحنا بننصح الناس بننصح الناس تقليدي يا دكتور لحد الزراعة الحيوى تتعمم لا ما أنا لو دكتور فاهيم لو استقصر فاييم يا زرش عبا ليساً ما دعوة أمان سامة أنا متخيل دكتور محمد فاهيم لو نزل مركز رشيون وكاد مساحة تتاجع الزدان على بعض مضوات اللي جيت الزدان في الخمسة والخمسون سن هيعمل بالكترة أطول وهيعمل ايه؟ هيوصم مسته دي واحدة الثانية عندنا تجربة حلوة جداً ما فيكم الدكتور فاييم شفوها تماطم في الأسئل ان شاء الله دكتور تجربة دي عندنا في بحري تجربة دي جداً في سوريا طال الوقت اللي يأتي بنيكم فانا شرفكم تأذروني على الغداء معاكم وانا أنت نجيب الأرض دي تماطم بتاع أسيوت بلحية بتاع التكفيف ولا تماطم عادية؟ تماطم عادية طيب يا دكتور مشكر حضرتك جداً دكتور محمد إن شاء الله بإذن الله كلنا زيارة الأسيوت ويكمل كمان لسهاج إن شاء الله يا دكتور آخر حاجة نصح للتماطم شكراً جزيلاً يا دكتور محمد تماطم دلوقتي معظمها موجود في إبلي معظم التماطم موجود في إبلي دلوقتي نفس القصة بالضبط لو المناطق اللي مزروعة تماطم عردت أو تعرضت هو في التماطم اللي في سهاج وفي إينا وفي لقصر وأسوان دول في مساحات مش إليلة بتزرع الغرض التكفيف تقريباً دلوقتي دخلها في شهر برضو يعني دخلها في شهر بعد الشتل فدي مرحلة منكم ما تتأثرش جامد بالأمطار ولكن لو المطر زياد شوية برضو كل شوية فنخلي بالنا كويس جداً من البيض الدقيقي هناك أو أحياناً ممكن يبقى فيه تبقعات بكترية نفس القصة بالضبط بعد المطر لسه ما فيش تزهير فيها فلو حصل كمية مطر بعد المطر ما ينتهي هالدراشة وقائية لازم هالدراشة وقائية في التوقيت ده بالضبط لو التماطم دخلها في مرحلة التلوين زي في بنسويف أو المينيا بالتحديد اللي هي تماطم أو أسيط تماطم المائدة لو دخلت مرحلة التلوين أو بتجمع ففيه حاجة مهمة إن بدأ الفرق ما بين حرارة الليل والنهار يكبر في الصعيد يعني الصعيد النهار حر وبالليل يعني معتادل إنه ضرور لطيف وأحياناً في المناطق العالية شوية ممكن نقول إيه بيجي كده لسعد برد سنة بسيطة كده فده معناه إن فيه تزبزبات عالية ما بين الليل والنهار تزبزبات عالية بين الليل والنهار بيبقى عامل مناسب جداً لطائفة من الحشرات بيسماحوا شويفات الأجناح اللي هو الددان ددان سمار ددان أوراق فموضوع الفترة دي ممكن يبقى فيه إزعاج شوية من موضوع الددان وخاصة نطوط أبسلوتا كمان فطبعاً لازم يكون فيه إجراء مهم وفحص مهم من الزراعات عشان مبدأش جيل وبعد كده أرجع عز عجنافس وابدر أرش وبالذات لما البجمع يبقى فيه مشكلة في الرش فمهم جداً موضوع الفحص خلال هذه الفترة مهم جداً يعني أنا اللي بشكرك جداً يا سيش عبد شكراً دكتور محمد فهيم مشاهدينا أنا أتمنى تكونوا استفادتوا النهاردة من حلقتنا وياريت يعني ياريت نعمل بالنصايح اللي قالها الدكتور محمد علي فهيم هنطلع إن شاء الله لفاصل بعد الفاصل هنشوف تقرير مهم جداً مع دكتور حاتم الكومي رئيس شركة نور الهدى للإستثمار الزراعي بيتكلم عن موضوع مهم جداً وهو التحالب إنتاج التحالب إزاي نجح خلال سنوات في إنشاء أكبر مزارع أن تتحالب في مصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا هنطلع لفاصل وبعد كده هنشوف التقرير ونتظرنا إن شاء الله الخمس المقبل تاسع مساء أنا معكم شعباب بلال مشاهدينا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا بكم مرة تانية في برنامج منسى زرع المليون حياة على مدار الفترة اللي فاتت تقدمنا حلقات كتير وهي تقارير كتير عن استثمار زراعي جديد ومختلف تحالب سبيرولينا انتشرت خلال الفترة الأخيرة في مصر وشركة نور الهدى كان لها دور كبير في نشر هذا الاستثمار الجديد النهاردة احنا في مقر شركة نور الهدى ولقاء خاص مع الدكتور حاتم الكومي رئيس مجلس إدارة الشركة دكتور حاتم أهلا بحضرت أهلا بك فاني دكتور حاتم يعني الاستثمار في تحالب سبيرولينا أو تحالب بصورة عامة تحالب سبيرولينا في ناس كتير ما تعرفش عنه لكن خلال الأيام الأخيرة أو الفترات الأخيرة بمجهود شركة نور الهدى وشغلها في أكثر من موقع في أكثر من محافظة بدأ هذا الاستثمار نستسمع عنه وتعرف عنه عاوزين نعرف في البداية هذا الاستثمار ومدى جدواء الاقتصادية مقارن بباقي المجالات الاستثمارية في قطاع الزراعة حضرتك شايفه ازاي وشايف مستقبله في مصر هيكون ازاي هو من أفضل أنواع الاستثمار الأامر هو اقتصاد وعد لنحب أن نتكلم في مجال رياية العمال مجال جديد بداخلين فيه بالتالي في السنوات القادمة ان شاء الله هيكون له حسك بفرص خضر قومي لأن لسه المنحنى بيعلى وبينمو ففرص الاستثمار اللي فيه لسه وعدة ومتسعة يعني ايه الاسباب في ان هزا الاسمار واعد يعني حضرتك شايفه ليه ممكن نخلي او نصف هزا الاسمار بنواعد او ليه جاد واقتصادية عالية مقارنة بباقي القطاعات انه بيوفر الاحتاجات السوق الفترة القادمة السوق محتاج مكملات جزائية محتاج اغزاء سوبر فوت محتاج علاف محتاج اسمدة وبالتالي فبدل ما حنلجأ للاستراض من برة لا احنا عندنا امكانياتنا في البيدالة الاخرى محدودة احنا نقدر نسد الفجوة دي عن طريق التحالب طب حضرتك نقطة مهمة جدا وهي يعني محل سؤال كثير من المتابعين لينا بعد حلقاتنا الرخيرة وتقاررنا من مواقع الشركة في ابو غالب ومواقع الشركة في الخططبع الناس بتسأل عاوزة او محتاجة دراسة جدوى بالارقام عن هذا المشروع لحوض او لاكتر او زي تبدأ هذا المشروع وتسترد العائد بتاع الاموال امتى وقيمة هذه الاموال ايه كل ما نعرف التصمار ممكن يتواصل معنا في الشركة مع عدد المباعات احنا بنجهزين اراضي الخاصة بنا من الشروعات وبنعمل نظام حضارات اعمال بحيث ان احنا بنعمل تخطيط الارض بكل حوض له مساحة معينة بنمضي عائدة شراكة مع المستثمر هو هيكون بالتمويل واحدة هيكون بالادارة والتسويق هل في ارقام ممكن نقدمها لسادة المتشاهدين او الرغبين في الاستثمار الوحدة الانتاجية 500 متر مربع دي تكلفتها بتكون 800 الف جنيه باذن الله في خلال 24 شعر بيتم استرداد رأس المال بالكامل وبعد كده يكون في عائد وانتاج خاص بالشخص باذن الله ممتد حسب موضوع التعاقد سواء 6 سنين او عشر سنين ايه الخدمات اللي بتقدمها الشركة هل بتكتفي بس بمتابعة وادارة المشروع ولا بتستمر او تمتد لتسويق المنتج لاخر خطوة لا احنا الاشراف كامل على المشروع من ناحية الموضوع التصميم والتأسيس والعمال الانتاجية وبالاضافة لكده مش عائد التسويق لا بنمتع عائد شراء المنتج بحيث ان العائد ما يتأخرش على العميل ما يكونش تسويق ان التسويق ممكن يتعرض لظروف خارجية معينة في يتأخر لكن احنا كشركة لا بنشتري الانتاج بالفعل مواشا واي حد ما تعاقت معنا وحبي يتنقله النوع هاو او يتضرب في الموضوع لا ممكن يزور المشروع وممكن نقل كل التعدى ويكون نوع من انواع الاستثمار والتدريب في نفس الوقت لكن اللي يميز ان التحارب عن اي مجال اخرى اه هو سرعة دورة الانتاجية سرعة فضلت استداد رأس المال في حالة حدوث لقدر الله اي مشكلة في الحد فهي تختلف عن انواع الزراعات العادية ان احنا خلال شهر بيبقى الحد يرجع زي الاول وبالتالي مش بنتعرض للخسايا المسلمية لو حصل اي مشكلة امطار سيول حصل اي مشكلة في الموضوع مش بنتستنى عام كامل لغاية من نبدأ الزرعة الجديدة لا التحارب في حالة اي اصابة لا خلال شهر بيكون الحد راجع زي الاول الاستثمار في التحالب مش محتاج ارض خسبة زي باقي المحاصيل وكمان عندين قطاع كبير من الاراضي الجديدة في منطية المغرى وفي غرب الغرب المانيا اللي ممكن لا تصلح للزراعة ولو صلحت للزراعة ممكن ما يكونش لها عائد اقتصادي قوي هل ممكن الاستثمار في التحالب والتجارب فيه تتنقل لمناطق زي المغرى في العالمين او زي شرق الوعينات او زي غرب غرب المانيا خاصة لمتفعين مشروع المنوص منوف الدان او بالفعل باذن الله في موضوع المهرى احنا في برتكول موقعين مع احد الشركات اللي خادت مساحة من الارض هناك هي بالموضوع انتك تحالب وانتك سمكي هيكون فيها وزي ما احنا ذكرت هي منصر التحالب ان احنا هلانا لنافس الارضة زرعية الخصبة لا احنا بنتكلم على الاراضي اللي فيها مشاكل سواء كانت الارضة سخرية سواء للارضة فيها فيها نسبة ملوحة او تكون المياه الجوفية زي زي المهرى الملوحة عالية فيها بالتالي احنا بنستغلق الاصور المعطلة اللي ليه ايدي لا تصلح للزراعة بنعملها استثمار تاني بيحقق قيمة مضافة الاقتصاد القومي اضعاف زرعات الدقليدية نقطة تانية مهمة وهي ان احنا عندنا اصلا مشكلة في المياه يعني عندنا تحدي ماء كبير ووصلنا لمرحلة شح المائي بالفعل ونصيب الفرد مقارنة بيئة المتوسطات العالمية أقل جدا وده بيدعونا ان احنا نحافظ على كل نقطة مياه فيما يخص هذا الاستثمار ما مدى يعني استهلاكه للمياه مقارنة بمحاصيل تانية كتير خاصة في الاراضي الجديدة او في الاراضي الاديمة الجزء الاول التحالب لا تستهلك المياه التحالب تنمو في المياه نسبة المياه اللي بنعوضها في الاحواط هي ناديكة البخرة وبالتالي في احي حجم مياه بنستخدمه في الحوط هو مستمر معنا لموطة ست شهور كاملين في الانتاج فلو حسبنا في النهاية يكون حجم استهلاك المياه هيكون ضعيف جدا التاني حاجة وده الجزئية الاهم نحيا لازم نحسبها المتر المكعب من المياه بين ديني منتج ثمان وكامل ممكن استنفس متر مكعب يديني منتج زراعي لا يتجاوز عشر جنيه وممكن نفس المتر المكعب يديني منتج من التحالب كيلو بربما من جنيه فهي دي وكادر مقرر مراحل انتاج التحالب في ناس كتير مش عارفة يعني ايه تحلب بالسبيرولينا عاوز عرف من حضرتك ايه هو تحلب بالسبيرولينا وسبب اختياركم او سبب انتشاره بالذات هذا التحلب في مصر الاستثمار فيه ايه المميزات اللي بيتميز هذا التحلب عن غيره هو اختياره من قبل اول ممتحة سنتين والسبعين كغذائر قرن وبعدها بسنوات منظمة الصحة العالمية اخترته كجزاء سوبر فهو قيم الغذائية بتاعته علي جدا اه بيتمي اختياره لمعالجة اثار اي مجاعة وتتعطي ايه المتقى في العالم ان خمسة جرام منه يوميا بتميت الجسم باغلب الفيتمينات والمعادن اللي هو بيحتاجها اه هو الطلب عليه عالميا عالي جدا سواء في مكان المكاملات الجزائية او في مجال بصعادة التجميل او في مجال مركزات العلاف والتالي في الانتاكل اللي طالع ممكن يتوجه اللي اقصر من قناعها تسوئية فهو هيبقى بالاتنين مبين الربحية العالية له كمنتج ومبين انه بيلبي احتاجات يعني اشباع لذاتي انه انت بتقدم منتج جزائي مفيد للبشرية ازاي بتتم عملات الانتاج في المزارع بان احنا في الاول بيكون تصميم الوحدة انت جاء نفسها سواء تصميم الحوض تكوين انا بناء خلق بيئة بديلة لنموض التحلب فبنحط بنعمل البيئة بتاعت المياه فيها الاملاح والمعادن اللي تخرب بيتغزى عليها وبيبقى في تحديد دركة البيئاتش وكل العناصر اللي بيحداجها بعد كده بنبدأ البداية لزراع ان بنحط خمسة في المية من حجم الحوض بنحطه كبداءات في الحوض نفسه خلال واحد عشرين يوم لو بنكلم في فصل الصيف او خلال تلاتين يوم في وطة الخريف والشتاء بيكون التحرب انتشر في الحوض كله وتكون نسبة الكسامة بتاعته تكون بمعدل حوالي كيلو في المتر المكعب طب السؤال المهم وهو مراحل البعد مراحل الانتاج فيه اكيد عملية زي ما حضرتك القولت القيم المضافة او التصنيع فعدد المنتجات اللي ممكن يعني ننتجها عن طحالب السبيرولينا قد ايه ومدى انتشارها وسرعة تسويقها هنا في مصر او برا مصر عدد المنتجات اللي هم نتكلم اللي هيقارة عن خمسة وسبعين منتج ممكن يتم انتاجهم من الاسمائلات ودي كلها منتجات بالفعل موجودة في السوق العالمي بيبقى كل انتاج حسب الفترة الزمنية معينة ممكن في فترة زمنية في خلال السنة بتكون الطلب على من رجازات العنف اكتر ممكن في فترة تانية بيكون الطلب على من صعاد التجميل فانت عندك اختيارات كثيرة انت توجه الانتاج لكل مجال معين حسب ظروف السوق ايه ابرز هذه المنتجات يعني لو المنتجات اللي موجودة او منتشرة من الخمسة وسبعين منتج دول ويه الشركة بتنتجهم وفيه اقبال عليهم في السوق المحلي او العالمي اذكر في الاول الموجود في السوق العالمي موجود بودر جاف موجود كابسولات موجود تابلت موجود بار بروتين موجود عصير موجود عسل بالأسوينة دي كلها بالنسبة للناحية غزائية مستحض التجميل فيه مسك للوجه فيه مسك للجسم فيه مسك للشعر فيه شامبو فيه بلسم شورجل سابون ترق اظافر معجون معجون اسنان بالنسبة للمركزات العلاف لا فيه فيه منتجات موجودة رفع مناعة بالنسبة للدواجن وللأسماك وبالنسبة للمواشي والمواشي والك التسمين او حلاب وفيه اغذية خاصة معمولة للقطط والكلاب والخيول والجمال وطيور الزينة واسماك الزينة كل ما هو بيحتاج الى رفع رفع المناعة وبيكون بديل بنسبة للحيوانات بيكون بديل عن الأدوية البيطرية هو هيكون بديل طبيعي بيكون نسبة النفوك في الحيوان بيتقل جدا وبتكون المناعة بتاعته عالية وفي نوصل الوقت لو تعمل بعد كده تحليل لمتبقيات الأدوية في لحم الحيوان بتكون طبعا انت استخدمت منطق طبيعي فيكون المنطق أورجانيكا ممكن تكون بدائل للتحصنات بدائل للمضادات الحيوية بدائل للحاجات دي طبعا للاكيد كل ما هو الدواء كيمكا له أثار جانبية لكن لما تاخد منطق طبيعي بيعمل نفس النتيجة فانت بتعلي من جاوزة المدكة طبعا مطاعة الأسمدة سواء أسمدة وراكية الرش أو أسمدة حقنة في الطربة بالنسبة لتسويق هذه المنتجات هل في منافس بيع لدى الشركة وأولا في مصانع وبعد كده في منافس بيع لحضراتكم هنا في مصر أو طرق لتصديرها الخارج أو تسويق الخارج لجلب عملة صعبة لدعم الاقتصاد الوطني يعني في مجال التسويق بنعتمد على التسويق المباشر أنا عندنا المحلات الخاصة بينا عندنا المبليكيشن موبايل والتسويق الإلكتروني قسم شركة مستقلة أصل للتسويق الإلكتروني خاصة من منتجاتنا ممكن نكون دلوقتي نرفض التوكيلات لأننا نكون منافس التسويق خاصة بينا بالنسبة للتصدير التصدير هيبدأ الفترة الجاية عن طريق تأسي الشركات مش هنعتمد على التعامل مع مستورة لا احنا بنخش لسوال العالمية بنتواجد في الاتحاد الأوروبي بنتواجد في جنوب الشهر الأسيا عن طريق الشركات بقسمين احنا بتاعتنا احنا هندرها من هناك طب سؤال أخير هل طلح لباسبرولينة موجود في مصر ولا بيتم استراده من الخارج وبنعمله عملية اكسار هنا في مصر لا هو موجود في مصر السورينا النفس موجود في كذا منطقة بالعكس كانت في منطقة في وضي النطرون كانت بحيرة كاملة كان ينمو فيها ولكن لأسف بسبب الإهمال موجود كان في أحد الكرة في مركز متغمر بوضو كان فيها بحيرة كانت مليئة كان موجود فيها بتواجد في بعض المناطب على بحيرة قرون فهو طاقة نحن من كان في التحارب كلها موجودة بالفعل في مصر عندنا فيه تحرب الدولنديلا اللي هو أشهر أنواع التحارب في مجال المصاري التجميل موجود بكسافة في سيوة تحرب الكولولوليلا فيه مناطب موجودة فيها بكسافة في مرسى عالم فكل التحارب اللي كان فيها كانواع منصمار لا هتلاقيها موجودة مثلا في مصر ممكن لأسباب معينة نستورة سلالة معينة من الخارج عشان تبقى العزلة أسهل وتبقى سلالة نقية لأن المناطق الذكرت فيها بيكون مراتق مفتوحة فممكن يكون التحارب اختلط بأنواع أخرى من بكترية لكن ممكن ممكن منستورة بعض السلالات عشان نضمن نقاء السلالة أنا أشكر حضرتك جدا دكتور رحات الملكومي وإن شاء الله نكمل لقاءتنا عن السمار في التحالف خاصة أن في أسئلة كتير عندنا وعند السادة المشاهدين فيما يخص هذا الملف شكرا 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 لكم متابعونا في برنامج منسة زرع المليون في حلقات مستمرة وموضوعات مختلفة وجديدة تهم السادة المشاهديد وتهم المستثمرين ومزرعين في القطاع الزراعي شكرا كزيلا لكم